طبعاً هي مباراة مهمة جداً وصعبة جداً ومهمة أوي من أن أنت من خلالها تقدر أنك تحقق نتيجة إيجابية مطمئنة قبل مباراة الإيابة وهي مباراة وفاق ستيف النهاردة في زهاب دور نصف النهائي من طول دور وقت طال أفريقيا لكن الأهم من المباراة في الحقيقة والواحد على مدار الفترة اللي فاتت دي كلها كان بيتابع ردود الأفعال فيما يتعلق بالفريق الأول لقرة القدم والنتائج اللي كانت في الدوري بالذات الدوري المصري آخر تلت مطشط إحنا ما أقناش أي انتصار خسارة من مصري تعادل مع الجيش وتعادل مع سراميكا بالتالي جمهور الأهلي قلاني وحقه يقلق طبعاً حقه يقلق وليه كل الحق في أنه هو يخاف على فرقته ما فيش أي اختلاف على الجزئة دي خالص خالص يعني لكن لازم نعي لازم نعي مدى حساسية هذه المرحلة ومدى أهميتها بالنسبة للنادي أو المنظومة ككل مهم ليه لأن احنا في مرحلة حاسمة في بطول الدوري أبطال أفريق الناس بتنتقد الجهاز الفني وناس مع الجهاز الفني وناس تنتقد اللعبة وناس شايف اللعبة مؤثرة الكل بيقوم بدوره والكل بيحاول يعمل كل اللي عليه علشان النتائج اللي بيتمنها جمهور النادي اللي تتحقق ما فيش أي حد يعني بيتوانى في بازل قصارى الجهد والتعب والعرق عشان الإنجازات تستمر بالتالي المطلوبة عايزة أقول إيه يعني عايزة أقول إن إحنا في مرحلة محتاجة مساندة ودعم هتقول يا عم إحنا لا إنت كل مرة لازم هتوقت تقول لها مساندة ودعم طب أنا لما كنت بقول لكم سندوا دعم أنا والزملائي في القناة وفي مختلف يعني المنابل الإعلامية الأهلوية تحديداً كان إيه اللي بيحصل لما كنا بنقول كده كانت النتائج بتيجي إجابية كان الأهلي بيأخد دوري أبطال أفريقيا مرتين واربعض كان الأهلي بيأخد برونزيكاة العام مرتين واربعض كان الأهلي بيأخد السوبر مرتين واربعض كان الأهلي يعني الأمور ماشية كويس ممكن الدوري هو اللي واقع مننا السنة الفاتت ومش هنقبل أن هو يوعد تاني بإذن الله حينكسبه السنة دي بس طبيعي أو إن أي فرقة يحصل لها ضرب تختلف أو تتطفق مع المدير الفني أو مع اللعيبة أو كلام من ده حقك ولك كل الحرية في كده وأبداً أبداً ما بقولش لا أن إحنا لازم أن أنت يبقى رأيك مع موسيماني أو ضد موسيماني أو مع فلان أو ضد أهلين لا خالص كل واحد بيحب الأهلي بطريقته وكل واحد بيشجع الأهلي بطريقته وكلنا حتى لو مختلفين في وجهات النظر كلنا بنعشى إنه دي الأهلي دي الحاجة الوحيدة اللي إحنا مش مختلفين عليها لكن الأهم إن إحنا نكون عندنا القدر الكافي من الوعي بضرورة وحتمية المساندة إلى أن تظهر النتائج النهائية سؤال هل الأهلي في هذا الموسم اللي ابتدى بقاله فترة خسر أي بطولة؟ خسر أي بطولة؟ لا مخسرناش أي بطولة الأهلي خسر الدوري؟ لا يعني آخر كم مطش مش حلوين وحشين جداً بصراحة وحشين وحشين تمام؟ عشان نبقى منطقيين يعني في الدوري فبالتالي قلقانين شوية لكن مخسرناش الدوري لو كسبنا كل المطشات بتاعتنا المؤجلة يعني بقى الأول بإذن الله تعالى ولسه الدوري طويل حلو؟ أدي رقم واحد دوري عبطال أفريقيا رغم البداية برضو ما كانتش كويسة في دور المجموعات لكن ندرنا أن نحن نوصل ونتخطى فريق كبير جداً زي الرجاء المغربي بكل الظروف والصعوبات اللي بتخص المباريتين سواء إياب أو زهاب أو كل حاجة يعني الأهلي خرج بره دوري عبطال أفريقيا لا بل بالعكس عنده مباراة قوية جداً نهاردة مع فاكس طيف وبإذن الله بإذن الله يقدر أنه يتخطى هذه المرحلة ويصل النهائي ويبقى حسابات تانية وكلام تاني الأهلي يخسر أي حاجة تانية ما يخسرش أي حاجة تانية خالص إذن إيه؟ آه ممكن ننتقد ممكن نحط كده إدينا على بعض النقاط اللي عايزة تتعدل وعايزة تتظبط وعايزة تتصحح عشان الموسم يكمل على خير دون تجريح دون هدم في الفرقة لأنه مش مصلحتنا إحنا كجمير النادي الأهلي إن إحنا نهد في الفرقة سواء كجهاز فني أو لعيبة إيه اللي حنكسبه؟ لو أنت فاكر أن مجلس الإدار أو الناس المسؤولة عن الكرة في النادي الأهلي نايمين أو مش واخدين بالهم أو مش متابعين الفرقة عن كسب أو مش حطين إيديهم على كل النقاط اللي ممكن نكون إحنا كلنا متفقين عليها محتاجة تتصحح يبقى أنت غلطان لا الناس صحية الناس مركزة عارفة النواقص عارفة السلبيات وعارفة إزاي تتعالج وعارفة إزاي الأمور تمشي في الطريق الصحيح من خلاله إن شاء الله الأهلي يحقق بختلف الألقاب اللي بيتمنها جمهوري النادي الأهلي اللي بيحلم بيها دايما مش هنتنازل بإذن الله تعالى عن دوري أبطال أفريقيا بإذن الله رغم صعوبة المنافسة منافسة قوية جدا ومش هنتنازل عن بطولة الدوري بإذن الله تعالى الأهلي قادر بكل قوة أنه هو يقدر يفوص بطولة الدوري إذن متوفقين على إيه؟ متوفقين على حتمية التركيز والدعم والمساندة ونبقى في ظهر فرقتنا إلى أن يجد جديد أو إلى أن يكون الناتج مش اللي هو إحنا متوقعين أو مش اللي إحنا بنرجب فيه ساعتها نتكلم وساعتها الناس المسؤولين في النادي هم عارفين الخطوات اللي هم هيخدوها هم أضرى بها مننا كلنا هم اللي في المطبخ وهم أكيد يعرفوا صلاح النادي زي الجمهور طبعا بكل تأكيد أفكر حضراتكم